وذكرنا احتواء السودان وثراوة على كتر جدا من القبائل اللي شكلت إنسان السودان الوعدة الاختلاف ده هو اللي بميز الإنسان السوداني هو اللي بوحدنا لأنه من الشرق للغريب الجنوب والشمال والوسط كلنا في تحت مظلة وحدة مظلة السودان والقبائل السودانية بثراء مختلفة هي ذات التنوع الحقيقي بالنسبة للسودانية جميل وزي ما ذكر الشاعر ما تسأليني عن الوصول ما شايفة لون السودان أنا مشي رفاعة سلالة القبائل العربية في السودان في تقرير التالي هنا في هذا المكان وفي نهايات الغرن الثامن عشر الميلادي بدأت الأرض تتشقق لتعلن مولد مدينة رفاعة التي أسسها ناظر قبيلة الشكرية عوض الكريم أبو سن الذي انتدت نظارته لتشمل مناطق واسعة بشرق السودان وأرض البطانة العمق التاريخي أكتب رفاعة مكانة خاصة في قلوب السودانيين الشيء الذي أهلها لتكون مهدا لتعليم البنات بالسودان على يد الشيخ بابيكر بدري الذي أعلن بهذه الخطوة نهاية حقبة مظلمة عاشتها المرأة السودانية وسين عدد وبهذا فإن المنارات التعليمية تلفت أنظارك بمجرد الدخول إلى المدينة التي يحتضنها النيل الأزرغ بضفته الشرقية قبيلة رفاعة التي أسست المدينة وينتمي إليها معظم سكانها لم تعد اليوم كذلك بل تشاركها قبائل أخرى وفدت إليها من مناطق أخرى بالسودان فكان التمازج والانصهار بين قبائل الرفاعيين والجعاليين والشاقية والعركيين وقبائل أخرى مدارس الشيخ لطفي التي تأثست في العام 1945 لم تكن منارة تعليمية فحزبة بل نموذجا لوحدة بين الشمال والجنوب فكانت تستقبل الطلاب في شكل بحثات دراسية من الولايات الجنوبية وكان لها الفضل في تكسير الهوة التي خلفها المستعمر بين أبناء الوطن الواحد في الشمال والجنوب آنذاك مفكرون وسياسيون وقادة مجتمع داخل وخارج السودان نهلوا من معين هذه المدينة التي اشتهرت بالتعليم أكثر من غيره خاصة بالمدارس الوسطى والثانوية في ذلك الوقت مما يعني أن رفاعة تعدت شهرتها الحدود وأصبحت محطة أنظار العلماء والأدباء والشعراء والفن بمختلف ضروب بزوء فجر تعليم المرأة من هذا المكان أحدث ثورة تعليمية بالمنطقة أثمرت عن إعلان خلو مدينة رفاعة من أي إمرأة أمية فكان لهذه المدينة القدح المعلّة في تخرج رائدات أثرين ساحات المجتمع السوداني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأدبيا وهكذا بقيت مدينة رفاعة رقما لا يمكن تجاوزه ومكانا لرؤية عميقة في تاريخ السودان خاصة في المجال التعليمي والتربوي